السلامة لبنات مرحبا بكم في القناة شهوية الحجرة رشيدة اليوم سوف نشارك معكم الوجب المائدة للإفطار كاقتراح هذا البطبوط المعمر بطريقة اللزوينة والطيب وهذا العاصر اللون أخضر تيشهي والماذاقراء الصحي في هذه الفترة الناس اللي تبعوا شي حاجة صحية سنقطر عليكم هذه الوصفات هنا سوف نحتاج جزليف الدقيق الأبيض بالنسبة للبط، يجب أن نقوم بعمل العجينة تجي منكها وتجي واحد الماداق اللي فيها رائع الصراحة وتجي زوينة هنا هاد النوع ديال هاد الخبز غيطي في الألة ديال البانيني اللي كتتشوفو تيجي محل بأشكل بانيني أو شكل بيضاوي تيجي واحد تقديم دياله اللي يزوينه ولكن واحد الحشوة اللي غندي اللي هي بنينة بنينة واقتصادية وغنقدموه بحط طريقة اللي هي زوينة كيف تشوت وما تتقدمو كما بغيتو سنبغون نوحو في الطبلة ديالنا أو المائدة ديالنا سنبغون نديرو ناكهات كل مرة مختلفين أو الحشوات تكون مختلفين ودائما تنحاولو مرة نديرو حاجة فيها التامان شوية أو حاجة اقتصادية وتنبقو نوازنو في تقديا ديالنا أو في الأسبوع ديالنا وتنحاولو من نحرمو شريوسنا من شهوات هناك كيف تشوفو درت المدافع باش اللي جناخ تبغيناها تخمر تندلكها مزيان كيف تشوفو غنخلي عرف القصرية وغنغطيها بسلوفان وغنخليها تخمرت الضعف الحجم ديالها وهذا بشغندوزو كيفاش غنلولبوها هاد الكيميرا غتخرج ليها 12 وحدة كيفشتو هادوك الحبات اللي انا صورت معاكم من بعد ما خمرت العجينة ديالنا كيف تتشوفو غنديرو هادا باكويرات صار حار تدجي رائعة بالنسبة الناس اللي متيتوفرش على البودرة ديال البصلة بلما يديروها ولكن هي رسلت عطينا واحد لنكها في هذه العجينة هنا دي العجينة ما هرسناها او درنا فيها الدقيق الاصفر لا تجيش يعني غليضة تجي مقرملة وفي نسوق تجي بنينة وصحية يعني مفاش واحد دقيق الابيض كتير يعني فيها دك الساميد او الدقيق القمح الصلب او فينو كل واحده كيفاش يسميه يعني تجي العجينة ديالنا صفرة وتجي صراحة رائعة هنخليها تخبر المرة الثانية اللي كوورتها كويرات رشو خرجت لي 12 حبة عندي جوج بصلات مشالدين وجوج فلفلات صغر جوج زرات محكوكين وعندي القصبر مع دنوس عندي هنا الشحمة مطحونة غنخلها جانبا هي الاخر وعندي معلقة ديال الهريسة ومعلقة ديال الدبس الفلفل اللي شاركت معاكم وعندي شوية ديال زيتون واحد الجوج معلقات كبار وهنا زيت ناباتية بتنشحر الخضر ديالنا وبالنسبة هنا تنشحر الفلفل والبصلة ضروري خصمي طبوه مزيان لانه هنا يغطيب لنا العجينة من الفوق ومن تحت نحن نحتاج الخضر غطيب لنا لداخل خصمي طبوه مزيان مع التحريك تتبط لنا وبالنسبة الناس اللي ما عندهم اهلة ديال البانيني تدرون طريقتي نفسها وتطيبوهم في مقلة ديال تقيلة ديال البطبوط عادي يعني تبقى لكم اختيار يعني مش كل شي تكون عنده كل واحد وكل امكانية دياله يعني تنحاو نوصل لكم بالنهاد الوصفرة تدخرجتها في المقلات تقيلة صافيتا نجيد ذاك الزازر على البصلة والفلفل وتنبقى نحرك تنزيد السيتون بالنسبة للدبس للفلفل انا را شاركتو معاكم وخليتو في القناة يعني من قبل ليحاه لتحضيرات رامدان انا نخلي لكم في صندق الوصف هاد هاد المعلقة تطبقتها اي اختيارية كنتو صيبتو هادك على الفيديو اللي كتليحى را غد تستفدو هادك المعلقات تجينا واحد انك هادية الفلفلم شوية في الحشوات ديالنا تتعطينا واحد اللدة الناس اللي ما عندهمش ما تيديروهاش لنا دير الفلفلم انا اخلا لكم الصندوق الفصف وفي فكرة بالنسبة للي بتحضيل فكرة او تكون تستعملها او تطبقها هنا انا درت معلقة ديالي الملحة تعني زيتون مالح نصف معلقة ديال ابزار معلقة ديال الطحمرة ومعلقة ديال الكامون بالنسبة لهذه الحشوات تجي بنينة وهنا درت مع القاق ديال البودرة ديال البصل عود زيتها اهنايا يعني تنعودوا نعزوا الماضاق ديال البصل وبالنسبة لهذه الحشوات تجي بنينة بنينة بززاف تصدقوني البنات وتجيتها اقتصادية عير تنغيروا يعني مثلا بطبوط ديال الشحمة وتنقدموه دائما اكثر يدائري في مقلة تقيلة تنديروا عير الفلفلاغ هنا في الجازار هذيك الجازار تيعطي واحد الحلاوة وهنا القزبرون معدنوز اضطفيت البوطة وعندما نزيدوا في هذه الشحمة تتنطفوا البوطة وعندما نزيدوها يعني ضروري تتخليوها تتطفوا لكم احتفظ على هذه الماضاق ديالا نطفوا البوطة وتنزيدوا هذه الشحمة من طبيعة الحلحنا لطاحنينها باش ما تجيش بين شوانا حركتها يعني غتجي هذه الحشوة دهنية اللي بدأي يأكل فعل واحد لا تعرفش بنا فيها الشحمة الناس اللي متى بياكلوا الشحمة را ما تتبقش بنا نهائيا لكانت عددتكم الشحمة جديدة ديال الكلوة تتطحنوا محل كايرا ما ت سوف تنشد هذا البط بوط اللي عدنا او ذوك الكايرات تنسرها بالمدلك على شكل بيضاوي على شكل طول كيف تتشوفه تنديروا حجوج معلقة ديال الحشوة او معلقة ونصف وتنشد فيها نسد فيها محل شكل باريزيانا او شكل باكت يعني على شكل طويل سوف تنشد ذوك الجوانب لما نديروا لما لوال وراء العجينة وخاهم قرصها بالدقيقة القمح راه ندرت شوي الدقيق القمح اللي عجنت به وشوي الفورس فيه ما تنشد فورس بوحده لانا اللي ندروا فورسه لا تخليش لانا التحميرات تتطيعين في ذاك الوجه ديال الطيب ديالنا صافيه تنمينا بذلك طريقة ما تنحاول ما نقرسه لانا غير نقرسه لانا غير نغطيهم بها ديكسر بيتا باش مدروش لانا واحد القشيرة الفوق وتعودوا وخمروا لانا تتنكملوا الحشوة ديالنا كاملة نفس الطريقة وهنا اللي تنكون نصيبوه رات نديروا اهلة البانيني ديالنا تتسخن عير نكمل التعمار تنحمر فيه من طيب فيه ردغياتي وجدو الصراحة نقول لي بها مراتيجا لكن داخلتهم ايضان ايضان تتقديم dueب الانا مراتيجا عن ستطيع ورق تنخدم ديال الزبدة والطريقة تستطيعو اللون الذهاب اللي في الأل التبانيني تنشد ورق زبدة واو مطبخ تندير فيه حسب ريف الزبدة تندهن فيه لطرح لطريقة الجزيال ويتك بجاله الزبدة تكاديم لطرح باش تسعوة لا تتعطينا التشتيش و قرمشات و رطبين و لديهم حشوة معلقة للداخل و لا يعرف ما يوجدها هذا هو الصور من الطيب السحوية و تتعطيه في الأمان و تزوين في التقديم لإغاء المغيّره كل مرة تحاولون نفضل سيديه و نتمنى أعجبكم هذا الفيديو و تستفدو منه و بالنسبة للعجينة تستطيعون ان تحتفظون بشكل مجميّد و تستخن و تأكله ندوز العصر هنا لدينا الفقوس تنحيد من قشرة لا تنحيدها كاملة و هذه القشرة و هذه الفوائد تكون صحية الجسم تنقطع دوائر وتنقطع الزريعة الزريعة الفقوس اغلبية تقاسها او غليدة تنطحنها و تستفيدها نقطع الدوائر لذلك اغلبية تقريبا 1 جوجليتر و هنا تصدمة كبيرة تنحيد من قشرة و بعض الوصف و اهلا و انظيفه و تنقى كاملة و تنزيدها على الدوائر و من طبق الحل عدى اختلاح بسبب ضلوف والصحيح نحضر بالمعلقة الثانية تحصيح نصنع نصر نصنع نصر فكوس المخصص ورحمة الأخرى فكوس المخصص وصفائي هذه الحبيبات التي كانت لديها ثم نزيد الفكوس ثم نزيد لتر مال ثم نطحنها ثم نطحنها ثم نطحنها ثم تصفائية تصفائي من المخصص القشرة لم تطحنها وفي نسبة وقت لها كانوا هذه العظومة يكونوا قاسحين واحد النوع اللي يكون قاسح لداخل حبيبات واحد الجيهة اللي تكون في الفقوسة ماشي كاملة على حسب النوع اللي تكونوا تقديتوا تيت تحبس ليكم هنائيا سوف يتنبقى نحركتها يبقى عندي كامل بحلكة تنهبطه وذلك الحبيبات الخرشيرة هما اللي يتبقى ليه في الغربة سوف يتنكرط هذا الغربة ملتحت من ضيح هذا الفقوس لانه هو كل فوائد بالنسبة للناس اللي عندهم فقوس يقدروا الخيار سوف ينحن نحاولون نديروه الخضار اللي تكون عندنا في الوقت ديلا او الموسم ديلا من بعد ما طابوك هذا هو شكل نهائي ديالهم قدمتم بعض طريقة وهذا هو العاصر ديالنا كيف تتشوفوك اللي تيجي صارحة رائع رائع مميز وانتمنى تعجبكم هذا الفيديو تشاركم مع أصدقائكم ومرحبا بكم في القناة والف مرحبه وتنشكر قالناس اللي تنضموا القناة ديال قداموا جدا باي باي